السلام عليكم المجد والخلود لشهدائنا الأبرار ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن نقول لكم مرحبا بكم في قناة شو بيرديزات نحن اليوم سنتكلموا علاقة وولايات الحمد لله يا ربي لنقولوا بعض الولايات وبعض الاشناء كيفاش ما فيهمش هذا الوابأ كورونا هذا اللي يضرب العالم كومفلي يضرب كما يقولك أرعب أكبر دول في العالم وين أرعب هذا الداع اللي أرعبه كبار كورة الأرض كما نقولو حنايا كبار الدول كما نقولو أمريكا الروس والألمان اللي عندهم نقولو حنايا دائما نقولو بلي عندهم أوروبا هذه هذه خرانسا هذه فرنسا سبانيا طليا المريكا الصين نقولو ناس كيفاش ناس لخوو أرعبهم هذا المرض هذا الداء هذا وين شنا هنا يا في الجزائيل الحمد لله يا ربي الحمد لله يا ربي ربي عالم وربي اللي راح عارف ربي رساطنا احنا ربي رساطنا الحمد لله يا ربي رغم أنه قاع واش كانوا يديروا عملاء وين يديروا في فيتن وين تكلمنا عليهم هذيك الطابيبة هي تعل أسنان في فرنسا وديرت فيديو في فرنسا وتتكلم على بليدها وين ربي يكشفها وين ربي يكشفها وشنا كيفاش يهولوا يهولوا ويحوسوا يدخلوا الرعب في نفوس الجزائريين هذي الناس هذو الحمد لله يا ربي ربي يكشف فيهم احنا اليوم غد نتكلموا وين توسيع إجراءات الحجر الصحي الجزئي إلى تسع ولايات ابتداء من يوم نقوله احنا نهار لسنين لسنين غدوا ان شاء الله لسنين كما صعب ان شاء الله بربي ويسيتم توسيع إجراءات الحجر الجزئي إلى تسع ولايات ابتداء من يوم الغد ووفق للمرسوم الجديد وأفد بيان لمصالح الوزارة الأولى اليوم الجمعة نقل عن وكلة أنباء الجزائرية أنه وتطبيقا لتوجيهات الرئيس الجمهورية وتبق للمرسوم التنفيذي لقم 2070 المحدد لتدابير تكميلية للوقاية من انتشار وابق فيروس كورونا والمكافحته عبر تراب الوطن يعني وين أصدر الوزارة الأول عبد العزيز جراد يوم الخامس ستو عشرين مارس مرسوم جديد يتضمن توسيع إجراءات الحجر إلى بعض الولايات وأضاف بيان أن المادة شنكي وش مرسوم جديد تنص على توسيع إجراءات الحجر الجزئي إلى ولايات التالية وهي باتنا، تيزي وزو، استيف، سونطينا، مدية، وهران، بومردس، الوادي، وتيفازا وأكد ذات بيان أن تطبيق هذا الإجراء في الولايات التسع المذكورة سيكون ابتداء من سبت 28 اليوم رسموها مليوم 28 مارس 2020 وتخص الفترة الزمنية من الساعة سبعة عصباح تل السبعة من الوقات عندك ساعة سوائع عندك شيء عندك من السبعة عصباح تل السبعة العشياء يعني نقولوا باللي إن شاء الله بربي الشعب الجزائري يتأخذ هذه الإجراءات وينسمعوا للمسؤولين نسمعوا للمسؤولين ما تحقر شيء، ما تحقرش تحقر خاتش عليه غادي تهلك روحك وتهلك العيلة تاعك على اللي نقول لكم وينفانيك ما ننسوش وينأكد وزير التجارة كمال أن الجزائر العاصمة ستخضع هي أخرى لحجر الصحي حيث تم اتخاذ إجراءات لازمة لذلك وأوضح الوزير التجارة في تصريح إعلامي للتلفزيون الجزائري أنه تم اتخاذ كل إجراءات ويمكن بخاصة تنوين المحلات والتجار تزيئة ويمكن الأسواق الجملة في بوغرة كاليتوس وحتى بوفاريك بالترخيص تقدم لهم من السلطة الوصية وقال الوزير بأن وينشنا كيفاش بوفاريك ترخيص تقدم لهم من السلطة الوصية وقال الوزير بأن تموين ولاية البليدة بمواد غذائية سيبقى مستمر ودائما طيلة الأيام الحجر الصحي الشامل المفروض على المدينة وطلب الوزير التجارة من المواطنين ضبط النفس وعدم الهلع من أجل اقتناء مستلزامات الغذائية بشكل عشوائي مع ضبط سلوكات استهلاكي مؤكد بأن ما هو مجرد من مخزون قليل يكفي حتى بداية السنة المقبلة وينقال لك الدولة عندها مخزون حتى السنة القادمة إن شاء الله بربي ما نسقه سيبقى سنديروه والجري مركمي وتعالى تعل حليب الجري مركمي وتعالى تعاسمي ما كازوا عدي كل وشو كل واحد يشري شكارة 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 أحضرنا سينعادة حيث حدث كازوا يسرعون لديه وتعالى هناك مورونا السنة المرائزات الناس aren't تتعالى وينقال لديك لا يجبوا أزمة لديك هذا الناس لا يجبوا أزمة أحضرنا كما يبقى في هذه الأمام تتصرف وكما يبقى تترضع ربيع ومئة ومئة ويشريك ومائة وأشريك ومئة قامواة يجبون لا أقصد من الأزمر ودعون حسابكم 10 يام من 15 سنة ونرى الجزء ونحن هنا بحوانات رامغيهم يشتريون النور ونحن مشكلة لا يوجدون مشاكل نحن الذين يدعون هذه المشاكل يخزنون ودعون منه وعشر بداسيت وعشرين كيف يوجد هذا؟ نحن ندعون أزمرنا نحن ندعون أزمرنا انه مكان هذا الأزمة لا تسمى انا جاء الحر هناك أزمة وجريمه الكاميوتا سميد ودي الله شانع الكاميوتا سميد وحصل بأمور شكارات الحليب راخور جا لا بحاجة كما هكذا يجب كل واحد يتسوي كل واحد يعرف هذا هذا الصور لحالة باقي صورة الجزائين ورام يستغلوها عملاء هذا الصور رام يستغلوهم عملاء رام يستغلوهم عملاء أنا أريد أن أقول لكم هذا لكم صورته صورته رابط شكارات عسميد واحد صورته كيف صورته كل الأزمان 2010, 2012, 2013, 2014 2015, 2016, 2018 كيف صورتونا اللي كانوا يدوه بشكاير وما اللي شكايرت عدراهم أنا تصور لي وقد دي شكارات عشر كيلو وديرو به دجة كبيرة أنا تصور لي أنا لي دي شكايرت عدراهم مش يجي تصور لي أنا وإحدنا بتشكايرات عسميد ديها لوليداته ومشي يكلها حلال مهم نعودوا نقولوا نتكلموا على هذه قضية على الحجر الصحي تسع ولايات وين غادي غادي يدخلوا كيمام دياس طيف الجزاء العاصمة وهران يعني نقولوا بلي لازم نلتازمه ولازم نسمعه خاتش علىه غادي يتهلك غير روحك غادي ما تسمع شي للمسؤول ما تسمع على الطبيب ما تسمع العالم تسمع أنتها ما عندكش فكر ما عندكش قلب ما عندكش حنانة على والديك ما عندك حنانة على داركم ما عندك حنانة يا لديك نقولكم يا ودي كل واحد لازم يسمع لازم ي ضبطا نفس كما يقولك ضبطا نفس في القدرة الشرائية في الأخر واحد يعرف روحه الوقت لي يخرج ويخرج عند الحاج مش يتخرج باش تجمع ولا تخرج باش تشوف الناس لا خرجوا باش خاش تخرج تشوف الناس لا خرجوا خاش كاليا يخرج يشوف كاليا يخرج يشوف الناس لا خرجوا ويقودك موصر خرجوا عشر 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 يقود في داركم ما انت دخل هو يدخل وقال ناس تدخل مكانت واحد يشوفنا على هذا نقولكم يا ودي اليوم هذا الحجر الصحي أصبح إجباري إجباري ويتفادي خاصة هذه عشر يامو لخمسة عشر نيوب يودي مرحلة لازم في هذه خمسة عشر لازم نقذو على هذا المعرض هذه يا وربي أحفظكم وتحية الجزائر ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر